الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي النهاردة عندنا كلام هام جداً عندنا مباراة مهمة جداً إن شاء الله يوم السبت القادم ولكن قبل ما أتكلم أبدأ أتكلم مع حضراتكم عن هذه المباراة أعيز أتكلم عن طرف من أطراف هذه المباراة الحكم الدولي بكاري جسامة الذي سيدير هذا اللقاء طيب إحنا كجمهور إحنا كجمهور وأنا بتكلم النهاردة بصفتي أحد الجماهير المتواجدة أو اللي بتحب النادي الأهلي إحنا كجمهور شايفين إن من الممكن أن يكون هناك تحامل على النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة من الحكم بكاري جسامة ولكن أعتقد إنه هو كحكم في مثل هذه المباريات لازم يثبت للعالم كله أو لكل الناس اللي حتتفرج على هذه المباراة إنه هو واحد من أفضل الحكام الأفرقى المتواجدين خلال الفترة الأخيرة وده بالفعل كان لفترة طويلة كان بكاري جسامة واحد من أفضل الحكام المتواجدين في القرى الأفريقية ارتكب أخطاء واضحة الحقيقة ضد النادي الأهلي خلال الفترات الأخيرة وارتكب خطأ واضح في النهائي الأفريقي الحقيقة في الموسم الماضي زي ما حضراتكم عارفين ولكن أن يتم وضع بكاري جسامة كحكم لهذه المباراة الهامة جدا والصعبة جدا والتي تؤهل أحد الفريقين إلى دور الأربعة أو الدور قبل النهائي ده ثقة من الاتحاد الأفريقي في حكم من الممكن أن يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى في مثل هذه المباراة دايما لما نيجي نتكلم مع حضراتكم أو لما بنتكلم مع حضراتكم دايما باتكلم عن النواحي الإيجابية لغاية لما يتم إثبات العكس لو تم إثبات العكس ولكن النواحي الإيجابية في مباراة إن شاء الله يوم السبت القادم إن لو جينا بصينا للمواضيع أو للحقائق واحد من أفضل الحكام هو من يدير هذا اللقاء أفضل الحكام الأفرقة هو من يدير هذا اللقاء على الرغم من قسين على الرغم من الأخطاء التي تسبب بكاري جسامة في خروج النادي الأهلي من البطولات الأفريقية عد بقى وشوف البطولات الأفريقية الأخيرة أو البطولتين تحديدا الأخيرتين بكاري جسامة كان له دور كبير جدا مع النادي الأهلي في خروج النادي الأهلي من هذه البطولة وبالتالي خلينا دايما نبص أنا كحكم أفكر إزاي في مثل هذه المباراة أنا كحكم من المفترض أن أفضل دولة في القرى الأفريقية في الناحية الرياضية أو في ناحية كرة القدم هي مصر وبالتالي أنا عارف أن كل المصريين زعلانين مني أو معظم المصريين الأهلوية زعلانين مني علشان أنا من وجهة نظر المصريين جيت على الأهلي في أمور كثيرة أنا ما اتكلمتش معايا ولكن أنا بفكر أو بشوف هو ممكن تفكيره الإيجابي يبقى إزاي أنا عمري ما حنظر للتفكير السلبي خدوا بالحضراتكم أنا حتى لما باجأتكلم على تحكيم سواء جوة مصر أو برا مصر دايما بقول إن الأخطاء وردة إن الأخطاء وردة إحنا بنوضحها من خلال الشاشة ده طبيعي جدا إن إحنا نوضح الأخطاء لكن بننتقد التحكيم أو بننتقد بعض الحكام بننتقد بعض الحكام سواء في القرى الأفريقية في مباريات الاتحاد الأفريقي اللي بينظمها للاتحاد الأفريقي أو في المباريات المحلية ولكن هل ده معنا أن الحكم محش؟ لا الحكم في أساسه كويس الحكم بكاري جسامة من الأصل هو حكم جيد تكون الظروف خلال الفترة الأخيرة أو خلال المباراتين الأخيرتين ده بكاري طبعا جسامة خلال البطولتين الأخيرتين كانت كلها ضد النادي الأهلي بما فيها حكم المباراة بكاري جسامة فعشان كده أنا خليني أنظر لنصف الكوب المليان إن هو عايز يثبت للجميع إن هو أفضل حكم في أفريقيا وبالتالي سيعود لمصاف الحكام الأفضل في أفريقيا من خلال مباراة زي دي من خلال مباراة النادي الأهلي ونادي سانداونز اللي بتقام في سانداونز أو في جنوب أفريقيا والنتيجة جاي يعني بالنسبة له كحكم إن النادي الأهلي يبقى كسبان وع 2-0 في المباراة الأولى أعتقد إن ده شيء مريح وبالتالي أنا أنا بفكر كبكاري جسامة كل شوية حقول لحضراتكم هذا الموضوع فبالتالي أنا حبقى عايز أعمل كل حاجة علشان أثبت إن أنا حكم كويس كل حاجة دي اللي هي إيه؟ تحقيق العدالة ما بين الفريقين عمر النادي الأهلي طوال تاريخه ما طلب إن حكم يدي له حاجة زيادة أو يحسب له ضرب الجزاء أو يحسب له جون وهو مش جون لا عمرنا ما بنقول هذا الكلام وعمرنا ما بنفكر في هذا الكلام كل تفكيرنا بيبقى في الشيء واحد فقط ودايما لو حضراتكم تاخدوا تاخدوا بالكم إن إحنا ما بنيجي نتكلم بنتكلم في إيه؟ إن إحنا الفريق استعد كويس وكذا 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 وفي النهاية بنقول لحضراتكم إيه؟ يتبقى أن يكون هناك تحكيم عادل عادل بمعنى إن هو بيدي للفريق الأهلي حقه وبيدي للنادي الأخر حقه هي دي كرة القدم وهي دي منافسات كرة القدم بالمناسبة فعشان كده أنا بقول لحضراتكم خلينا ننظر إلى النصف المليء من الكوب إن بكاري جسامة حكم كبير وله اسمه وله تاريخه وفي نفس الوقت هو راجل من أفضل الحكام المتواجدة ما عندناش شك في الكلام ده بالمناسبة ما عندناش شك في الكلام ده ولكن يتبقى أن هناك بعض الأخطاء اللي ارتكبها بكاري جسامة من وجهة نظري أو مش من وجهة نظري إحنا دايماً في النادي الأهلي بنتعلم كده إن ما ينفعش تجرح في زمم ناس ما ينفعش تجرح في أعراض ناس إحنا بنقول إن هي أخطاء مقصودة بقى ومش مقصودة دي ما نقدرش نتكلم فيها ولكنها أخطاء واضحة ضد النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة أو خلال البطولتين الأخيرتين وبالتالي أنا كبكاري جسامة عايزة ألعب عايزة أقول للناس عايزة أقول للمصريين عايزة أقول للأهلوية وأقول بالمناسبة برضو للجنة الحكام الأفريقية التي تدير الحكام في أفريقيا إن أنا أفضل حكم متواجد وبالتالي هو محطوط في خانة اليك إن العالم كله أو الأفارقة كلهم بيتفرجوا على بكاري جسامة بكاري جسامة الفترة الأخيرة حتى في تقييمه ما بقاش ياخد مباريات نهائية ما بقاش كذا ما بقاش كذا في الفترة الأخيرة دي يعني فهو عايز يرجع تاني ياخد المباريات النهائية وده إن شاء الله حيبقى من خلال مباريات النادي الأهلي ونادي سانداونز اللي هو مش مطلوب منه حاجة غير تحقيق العدالة ويكون محايد أنا كحاكم أو كقادي لازم أكون محايد لازم أكون في النص ما بين النادي الأهلي ونادي سانداونز نادي سانداونز له هدف ايه؟ احسب هدف ما عنديش مشكلة ولكن أنا لو ليه ضرب الجزاء من فضلك حسيبي ضرب الجزاء ما فيهاش أي مشكلة هو ده اللي أنا بطلبه وهو ده اللي أنا براهن على النباكاري جسام حيعمله أنا ما معرفش أنا دايما أو باخد النية الطيبة الأول معلش اعذرونه احنا تعلمنا دايما كده داخل النية الأول إيه لأن يثبت العكس؟ يعني دي حاجة مش بتاعتنا يعني لما يثبت العكس حنبقى نتكلم مع حضراتكم عشان يبقى في قدينا دليل أو دلائل آه هي في النهاية هتبقى أخطاء ولكن أنا متخيل إن بكاري جسامة هيعمل مباراة عمره أتمنى إن أنا كنت صح يا رب يا رب أكون صح وأتمنى وكل جمعور النادي الأهلي بيتمنى معايا إن إحنا كلنا كأهلوية نكون صح ولكن ثقتنا كبيرة جدا في التحكيم الأفريقي كالعادة هو النادي الأهلي السنة اللي فاتت أو اللي قبلها أفتكر السنة اللي فاتت لما كان هناك هجوم شديد على التحكيم المصري وكان معظم الفرق المصرية كانت عايزة تحكيم من برى مصر النادي الأهلي عمل إيه؟ النادي الأهلي وأنا جبت لحضراتكم أنا أفتكر الحلقة دي كويس قوي أنا جبت لحضراتكم أيامها الأخطاء التي ارتكبها الحكام خلال الموسم السابق وأثرت بشكل أو بآخر في النادي الأهلي أثرت سلبا يعني إن هو فقط نقاط من التحكيم المصري ولكن بننتقد التحكيم دورنا إن إحنا نتكلم في هذا الموضوع ولكن في نفس الوقت النادي الأهلي بكيانه وبإسمه عمل إيه؟ طلع بيان سانة ده فيه الحكام المصري التحكيم المصري في الوقت ده وبالمناسبة هو النادي الأهلي لما طلع بيان برضو على التحكيم من شوية من شهرين ولا حاجة التحكيم الأفريقي لو حضراتكم تاخدوا بالكم إن كل المساندة للجنة الحكام الأفريقية كل المساندة للجنة الحكام الأفريقية بس أنا عايز حقي إديني حقي من الممكن جدا أن يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية يعني في الوقت اللي كان بيتكلم فيه بيان النادي الأهلي من بعدها لو حضراتكم تفتكروا ردوان جيد واحد من أفضل الحكام في أفريقيا حكم مباراة الهلال وكان له دور كبير في العدالة أنا عارف إن الكلمة مثلا ممكن تتاخده يقولك بص بيقوله إيه في قناة الأهلي أنا عارف لكن كان له دور كبير في تحقيق العدالة ما بين النادي الأهلي ونادي الهلال من وجهة نظر الهلاليين كانت الأمور كذا من وجهة نظر النادي الأهلي برضو كان عندنا بعض لكن في النهاية كان هناك ميزان للعدالة ما بين وضعها حكم المباراة ردوان جيد خلينا أقول لحضراتكم على ردوان جيد في مباراة الزمالك والترجي أي حكم تاني كان هيبقى عنده مشكلة كبيرة في المطش ده ولكن أدار المباراة بمنتهى الاحترافية نادي الزمالك هدفه مصبوط مية في المية ما حسبش حاجة ضد نادي الزمالك يعني برضو كان ميزان العدالة موجود في مباراة الزمالك والترجي فعشان كده أنا بقول لحضراتكم إحساس ما عرفش هيطلع يا رب يا رب يبقى صحه أتمنى أنه هو يبقى صح ولكن إحساسي أن استنفار بكاري جسامة لمثل هذه المباراة ووضع بكاري جسامة في مثل هذه المباراة هي استنفار من لجنة الحكام الأفريقية دي ليست معلومة أنا بتكلم باستنتاج استنفار لطاقات بكاري جسامة الجيدة اللي إحنا عارفينها اللي إحنا شفناها وهو بيحكم لنا قبل كده مباريات جيدة قبل السنتين اللي فاته فكل اللي إحنا عايزينه وكل اللي إحنا بنطلبه خلينا كجمهور النادي الأهلي نضع ثقتنا في حكم هذه المباراة إنه هو حيدين حقنا الفاول اللي إدهالنا طبعا الأخطاء لازم ما فيش حكم بيطلع 100% في كل قراراته ولكنه واحد من أفضل الحكام اللي متواجدين في القارة الأفريقية لا غبار أو لا كلام في هذا الموضوع ارتكب أخطاء كثيرة مع النادي الأهلي أثرت بشكل سربي في خروجه من البطولات الأفريقية واضح جدا نتمنى أو أنا شخصيا أتمنى وأنا الحقيقة قبل ما أجي أطلع أتكلم مع حضراتكم على قد ما أقدر بس تقبل تليفونات على تليفون الشخص يعني بره الهوى من جمهور النادي الأهلي وأسألهم وقلوهم إيه رأيكم في الموقف ده أو في الموضوع ده يقولوا يولي والله كلام محترم وعائل نتمنى إنه هو يحصل نتمنى إنه إحنا نشوفه في المباراة القادمة أمام سانداونز هو ده اللي إحنا نتمنيه وهو ده اللي إحنا عايزينه